صمون عشر بلف يتسبب بمجزرة في الكوت على خلفية بيع أحدهم عشرة صمونات بألف دينار والآخر ثمانية بألف دينار اشتباق مسلح بواضح النهار يتسبب بمقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة خروقات أمنية تشهدها واسط في الآونة الأخيرة وآخرها الاجتباق المسلح بين أصحاب الأفران ولقرب الحادثة من مركز الشرطة حتى لذواء المجربين بالفرار بعد تنفيذ الجريمة وسط مطالبات بمتابعة القضية والتحقيق بالجريمة وإلقاء القبض على الجنات المشكلة صارة أكثر من سنة وما خلينا باب ما طرقنا ولجأوا للقضاء والقضاء طلع بناء عمومتي براعي ومعليهم أيدلي والقوات الأمنية اللي هي متواجدة كانت موجودة سيارات سلبادوريات الثنين مرابطات كم الأفران نسحب بأمر القيادة ما نعرف إحنا تسعب منه بس إنا نسحب قبل حادثة فمن نسحب فهذا القاتل بعد لقى فرصة ماكو أحد أول مرة صارت هي بوكسيات يعني مشاجرة وبعدها نسحب المسدس نفذ عليهم بالمكان يم الفرن يعني بباب الفرن مع العلم هم ما يبعدون عن المركز الشرطي أكو بعض الأمور خروقات والخروقات بسبب ضاعوا اثنين من شبابنا طالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيقية من بغداد تجي يشوف مفاوتات السلطة التنفيذية والقوة الماسكة ليش ما مسكت العرض وحمة الشارع وحمة المواطن والمجرمين لا ذو بالفرار وإحنا كعائلة أهلة وقوانا نطالب رئيس الوزراء أن يأخذ حقنا ويطلق من المجرمين ونطلب من القصاص العادل بحقهم كل من يجي بالفيديو الأشخاص الذين يدهمون للفرن وقتلوا ونفذوا وضربوا نطالب أنه ذول في الفيديو ويجيبوهم تكرار الجراء في محافظة واسط تنذر بخطر السلاح المنفلت في المحافظة والأهالي هنا بانتظار حل فاعل وعاجل لحل هذه الأزمة في محافظة لم تشهد مثل هذه الجرائم قبل خمسة أعوام من محافظة واسط حسن الرسام قناة التغيير